كثير من الناس يعتقد أن نظام الماك خالي من الفيروسات وهذه البعلومة غلط فنظام الماك قد يتعرض للفيروسات مثلها مثل نظام الويندوز صحيح أن نظام الماك أكثر أماناً والفيروسات المصممة لنظام الويندوز أكثر بكثير من نظام الماك لكن يحتاج أنك تكون حذر لذلك أبل أضافت حاجة اسمها الـ Gatekeeper أعساس تصلها تروح للإعدادات وتختار Security and Privacy فهذا الجزء هو مخصص للـ Gatekeeper أو حامي البوابة وهي الأماكن التي تقدر تركب منها برامج على جهازك فأول خيار هو لتركيب البرامج فقط من الماك أبستور وهذا اللي أنصر فيه وثاني خيار هو لتركيب البرامج من الماك أبستور والمطورين الموثوقين وآخر خيار واللي ما أنصحك أنك تفعله هو لتركيب البرامج من أي مكان وبكذا راح تكون معرض للفيروسات لكن لو حملت أي برنامج من خارج الماك أبستور وبغطت عليه فالآن راح يعطيك الرسالة هذه أنك ما تقدر تحمل البرنامج عشان تتجاوز الرسالة هذه كل اللي عليك انك تضغط على control وتضغط على البرنامج بالماوس مرة ثانية وتختار open فالآن بإمكانك تضغط على open وتركيب البرنامج على جهازك أتمنى تكون المعلومة أفادتكم يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم